أيدت محكمة استئناف إيطاليا الثلاثاء عقوبة السجن 16 عاماً بحق قبطان السفينة السياحية كوستا كونكورديا بسبب مسؤوليته عن غرقها قرب السواحل الإيطالية في كارثة أودت بحياة 32 شخصاً في كنون الثاني يناير عام 2012 سنستمر بمعركتنا من أجل العدالة هناك أشخاص مسؤولون عن الحادثة لم يتم العثور عليهم بعد بعض الأحزاب المدنية حصلت على تعويضات وهذا أمر إيجابي ومشجع إذن الأحزاب المدنية فازت بهذه المحاكمة وليلة الثالث عشر من كنون الثاني يناير عام 2012 استضمت كوستا كونكورديا السفينة التي تزن 114500 طن بسخور قرب جزيرة جيليو في توسكاني وكانت تقل أربعة ألاف ومائتين واثنين وعشرين شخصاً بينهم ثلاثة ألاف ومائتا سائحاً